طيب تعالوا نروح ليه أخبار نادي الزمالك طارق حامد هيخضع أو خضع للتحقيق بالزمالك وهينتظر تقرير الشؤون القانونية النهاردة الزمالك فتحت حقيق مع طارق حامد ده بسبب غيابه زي ما حالكم عارفين عن التدابات الجماعية لمدة خمسين يوم والسفر لمدة طويلة في أسبانيا طارق حامد قدم الأشعة اللي بتثبت صبته وأن سفره كان بعلم النادي وحصل على جواز سفره وبناء على موافقة من إدارة الكرة شؤون القانونية هتقدم ملف يتضمن نتائج التحقيق ده لمجلس الزمالك عشان يتغذوا القرار المناسب ضد اللعب في الفترة القادمة ولسه مع أخبار نادي الزمالك والزمالك بيرفض طلب أبو جبل بالسفر إلى السعودية محمد أبو جبل رح للزمالك وقال له من عايز أسافر السعودية قبل نهاية عقدي الزمالك قال له لا أنت قاعد لحد نهاية عقديك ده الكلام ده كان في تحقيق في تحقيق رسمي مع محمد أبو جبل هو قال لهم سيبون يمشي دلوقتي قالوا لا هتمشي في آخر نهاية عقدك نهاية عقدك ده اللي هو إيه نهاية الموسم اللي هو إمتى 21 أغسطس دلوقتي ما فيش مشاهيان ده قالوا لكل اللعبين زي ما قالوا الأشرف بن شرقي بالزبط الزمالك كمان قرر شكوى رزاق السي لو تعاقد مع أي نادي الفترة اللي جاية سي سي زي ما حراركم عارفين سافر إلى بلاده ساحل عاج خلال أيام المضايا ورفض الاستمرار مع الزمالك لنهاية الموسم نفس القصة بتاعت محمد أبو جمال نفس القصة بتاعت أشرف بن شرقي والأهلي أبو الزمالك عفوا مستني يشوف اللعب هيعمل إيه لو تعاقد مع فريق دلوقتي هيبدأ يشتكي اللعب رزاق السي سي اللي ما عملش أي شي مع نادي الزمالك كان متؤولد جدا مع الاتحاد السكندري ولكن مع نادي الزمالك لم يقدم أي شي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر